بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقدت هذا فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار أحبة في الله إن الإسلام يهذب السلوك وبه يسمو الإنسان إلى الأخلاق الرافيع ومن أجل ذلك ينبغي على المسلم أن ينتزم بآداب الإسلام في كل حركاته وسكناته ونريد أن نتطرق اليوم إلى آذاب في قضية نستعملها يوميا وهي الهواتف تلك الآلات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا وحتى هذه المسألة لم يدعها الإسلام دون أدب دون قيم دون سلوك ضرفيا بل إن الإسلام يبين لك كل الآداب التي تحتاجها في حياتك اليومية منذ أن تستيقظ إلى أن تعود إلى النوم وآداب الهواتف يتعلق بمسائل عديدة من أعظمها آداب الاسكنها وكيف يتعامل الإنسان حينما يطلب شخصا ما فهو يستهدم إذن كل ما تطرق إليه الإسلام من آداب وسلوك في الاستئذان ينبغي أن نهتم به وأن نحافظ عليه حينما نخاطب الناس عن طريق الهاتف أو ما شابه ذلك من طرق الاتصال الحديث وأصل ذلك موله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تبكه إذن شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذا الأدب الرفيع الجم وهو الاستئذان وهناك آداب حينما تستأذي لا ينبغي أن نفقد هذه الأخلاق وأن نتركها جانبا لنتصرف بتصرفات غير لائقة من هذه الآداب أن الذي يتصل هو الذي يسلم إن الذي يتصل هو الذي يسلم شأنه شأن من يطرق الباب حينما تذهب إلى شخص ما تسره وتطرق الباب تطلب الاستئذان للدخول من الذي يبادر بالسلام أهو الشخص الذي في البيت أم أنت الذي تطلب الإذن للدخول قياسا على ذلك قرر عهد العلم أن الذي ينصر هو الذي يسلم فمباشرة حينما تسمع صوت الشخص تبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنتظر أنت وأنت الذي اتصرت به لا تنتظر أنت أن يسلم عليه بل حقه أن تسلم عليه أولا فهذا أول أدب ينبغي أن نحفظ عليه القضية الثانية أحبتي هي عدد مرات الاستئذان فقد بيّن الله سبحانه وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يطرق الباب مرارا وتكرارا دون حد بل هناك حد للأعداب حتى لا يزعج الإنسان ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعصد ذال ثلاث فإن مهن لك وإلا فارجع هذا بالنسبة للبيوت ويطارس عليه كذلك الهاتف ليس من واجب من تتصل به أن يرد عليك كما أنه ليس من الواجب من تطلق بابا أن يدخلك إلى البيت بعض الأفاضل نسأل الله أن يهدينا جميعا يضب أنا اتصلت بك عشرين مرة وأنت لم ترد عليك وهد من الواجب وفرض عليه أن يرد عليك أن تتصل به ثلاث مرات لم يرد عليك داعه بعض النفس يتصل مئة مرة لا يكمل ولا يمن حتى يرد علي هذا الشخص وهذا ليس من أداب المسلمين وكذلك من هنا المرة الوائدة في الاتصال المرة الوائدة كذلك لا ينبغي أن تدوم عشرين ساعة وأنت ترن عليه بل انتظر مقدار تلك المرات الثلاثة أنت لطرت البابا ستطرق الباب مرة فانتظر قديما بضعة دقائق قديمة ستطرق الباب مرة ثانية لا تطرق الباب عشرين ساعة وساعات متنهارية وكذلك الأمر عندها بعض الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات يبقى حاملاً هاتفه ربما يرن على الشخص ساعة كاملة هذا ليس من أداب المسلمين رنع عليه وأنت تسمع الصوت مرة هذا ما الصوت فيه هذا الصوت هذا من نعم الله عليك بأن تفهم هذه مرة هذه الثالثة فالية هذه الثالثة فال موقوع لا يريد أن يرد عليه لا يريد أن يجيبك لماذا؟ وما شغل كانت؟ ربما هو غير موجود ربما هو موجود عدوش إلى في البيت ربما على الخط شخص آخر لا ينبغي أن نزعج الناس ولذلك هذه الآداب الرفيعة العالية ينبغي أن نلتزم بها ولذلك يقول الله عز وجل فإن لم تجدوا فيها أحداً أي في البيوت فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا هل تقولون لماذا؟ لا فارجعوا يعني لا بد لك من الرجوع وهذا أمر ينبغي أن نهيئ أنفسنا عليه بأنك إذا اتصرت بأحده لن تسر على الرجال ومن آفات الزمان نسأل الله أن يسترنا وأن لا يفتحنا بأن بعض التطبيقات تبين لك شخص ما قرأ الرسالة تجد تلك العلامة وصلت الرسالة ثم تجد علامة أخرى قرأ الرسالة طب لما لم يرد؟ وما شأنك أنت؟ هل يجب عليه أن يرد عليك؟ ولذلك لا ينبغي بعد ذلك أن تبعث 23 علامة استفهام؟ هو لا يرد عليك الآن حر هو يجب عليه أن يرد عليك؟ فإذاً هذا من الأدام الشرعي أن تبعث الرسالة رأيت أنه قرأها شأنه شأن من علم أن شخصاً في البيت هل يجوز لك إذن أن تقول يا هذا أنا أعلم أنك في البيت وسمعت خطواتي افتحيها هل يجوز لك ذلك؟ أبداً وإنما تضرق الباب والروح الثانية بعد الثالثة تنصرف وكذلك في هذه المسائل وهذه المكالمات تبعث مرة تسأل مرة ثانية الثالثة انتهى لا تزعج خلق الله سبحانه وتعالى ولا تصف على الرد والجواب فوراً ربما له عذر أو هو مرهب لا يريد الحديث الآن ربما سيقصل بك في وقت مناسب في وقت آخر فارحم من في الأرض يرحم من في السماء نسأل الله أن يرحمنا جميعاً كذلك أن تبين من أنت حينما تنتصر بشخصه وتسلم على السلام عليكم نعم تفضل ما عرفتني ما هذه ماها السؤال هذا ليس من آداب الحديث والمكالمة السنة والأدب الإسلامي أن تبين تبادر أنا فلان الفلاني أو فلان ابن فلان لا تبدأ حزر حزر ألم تسمع صوت من قبل ألم تفهم ألم تحرد الناس وإنما كن واضحاً من البداية وخاصة إذا كان هذا الأمر سيقول إلى سور فهم وإلى شجار وإلى مالات تحمد عباء ولذلك لما طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسرس إلى من قال أنا هذا الذي طرق الباب الذي هو باطس أمام الباب قال أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا يعني كريها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة أنت محنت أي سبع مليار فشل عن وجه الأرض أنا وكيف سأعرف من أنا أو من أنت قل أنا فلان لابد إذن من الاهتمام بهذه القضية كذلك من آداب الاستئذان أحبتي أن يكون الاستئذان برفقي فلو كنت أمام باب أو الجرس في زماننا لا ينبغي أن تغلق حينما تنادي على شخص موجودة على هذه الأرض ومن هنا كذلك أحبتي منع بعض العلماء أن نضع تلاوة القرآن أرنه للهاتف لماذا؟ لأنه ربما تكون في بيت الخلال أعزكم الله ثم يرئن هاتفك والأصل أن القرآن مجعوم لماذا؟ لكي ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن تتدبر كتاب الله عز وجل كذلك من المحرورات والأمور الشائكة لو وضعت القرآن رن لهاتفك أنك تقطع عن القارب أنت الآن وضعت آية الدين وهو سيقوى بنفس واحد متى ستقطع عنه حينما ينهي هذه الآية الطويلة وهي أطول آية في الكتاب الدين؟ لا ينبغي ربما أنت عيدك رنت آية الكرسي فهو يبدأ رنتك الله لا إله وأنت الآن تأخذ المكالمة قطعت المعنى لا إله الله لا إله أم أنه لا إله إلا هو فهنا أصبحت في مشكلة ولذلك حتى لا تقع في هذه المشاكل دعك من القرآن القرآن جعل ليعمل به جعل ليتلى جعل لكي يكون دستورك في حياتك أو جعل لكي يكون رمة في هذه إجعل حكمة إجعل مسألة أو جرس عادي جداً لا أغلية ولا معاذ خاصة في بيوت الله خاصة في بيوت الله نسمع أحيان الأرض خريعة في المسجد وأنت تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها تريد أن تخشع لله فإذا بفنانة تبدأ وتغني أغلية وأنت بين يدي ربك فلذلك أحبة هذه بعض الآلاف التي ينبغي أن ننتبه إليها نسأل الله عز وجل أن يهذب أخلاقنا وأن يحسنا أعمالنا إنه ولذلك والقادر عليه أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ويعلم فاستغفروا إنه هو الوفور الرئي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبعه أحباتي تقدموا الله فيكم liebe Geschwister bitte rückt nach vorne unsere Geschwister benötigen Platz zum Sitzen liebe Brüder und Schwestern im Islam heute sprechen wir über das Benehmen beim Anrufen jeder von uns besitzt ein Handy jeder benutzt es tagtäglich mehr als alles andere leider auch mehr als den vorher und hierzu müssen wir Benehmenregeln einhandeln denn der Islam hat nichts weggelassen هو هو ليس جميع ريجوف الإسابة هل يتحونا هذه المroور أن أصلاك أولئك هذه المنوارة الموارب هي أما أن مستبدأ فمسيطات أيامة إنتتقصد لماذا يمكن أن نكون هذا؟ لأن هناك يبطين من أعطاء إذا نكتب عن أكتب عن أعطاء وكيف يمكن أن نحط أعطاء لذلك يمكن أن نسى أن نسى وأنه يجب أن يسعد الاسلام في كل قللات وكيفون لأنه يمكنني تحديم من الآخر لأن بيقى الموضوعات في الموضوعات الأخرى والانتقال في نهاية انتقال إذا كانت تنسى جداً كنت يساعدت في عيون أن يساعد في العيوان وهي أن تنسى أن تنسى أن تنسى أن تنسى أن تظهر في عيون أن يساعد кто يربطوا مع الفرد ما يربطوا؟ أولاً عندما يبحث عنه رأيك متى الطاعة هو الذي تريده 而 لا يبورطوا أي ذلك خطأ يبدطوا و فيهم وفيس ذلك يوزح القيامة وكذا فأرابه باحد يدعم إذا كنت يوزحك الجديدًا فأرابه لكي أن تساعده من يجب أن تساعده ولكنك أن تساعده وطن يقوله فإن تساعده وكذا فإن أن تساعده فأرابه لكي أن تساعده لأنك ملتك بس كذلك، فإن أنك ملتك بس كذلك، لأنك ملتك بس كذلك، لأنك ملتك بس كذلك، الزائعين، الزائعين، إذا كانت تلك المنطقة، فإنك يوجد جيدة في إسلام الواقع، في نهاية الإنسان اجب ان تخلق عيوز في مواطن فقط لو كانت تخلق عيوز في مواطن فقط وضع لهذا يجب أن تطلبح ويجب أن نستطع الانهور يجب أن تحصل على أيضًا تتخلق عيوز في مواطن ان يجب أن يجب أن يجب أن تصحيح مرحبا مرحبا مجموعة الماء في ياما ايضا أن تنسيح قبل الماسي بعدى ان تنتقل الوقت فعلي إنها قبل أطلب أحضرت تياشى لا يمسة ثلاثًا لذلك ليس مقلول لا يمكن أن تسون الوقت ليس لم تنسون الوقت لو أن تدلق قبل أم تدد الوقت أنه يوز كنتم خاتي إلى الشيء الآن buy على المساعدة إلى الشيء لقد أستخدم الجهاز من أيضا ، من يوز الدين من الثالث الذي يوز الدين اجلا في مقابل ربك أشياء هو لا يبهو البيغة لكني نقل على السبع كما أنه يتمنى للهاتف لهذا اليوم يتم نميذ إن من أخب الشيء قضى من دوقش العليا يزال من دوقش عالين ترى الإصالة الكثير من المحوجات كانتها للقديم ولكن يرون منه لا يقال ذلك سيدان هذه الأمر ليس لم يكن مجدد ليس لم يؤذل ليس للم يأتون لا يمكنني إستاذ لم يسألنا الله حالدي الذي يجحب وليكن وليكن لا يجحب للم يجحب الحل لأنك تبقى في السرق لقد أكيد لقد أصدق لقد غير مجدين لا يجحب الانتون و لقد إنه لطؤلته بعد الثاني عمي لك ویره لأسفحل كان لدينا مرة أخرى لتجد مرحلة أو أفلحكم معه لمدة من أحدكن سوف يجب أضحكم لا يجب معهOSS سوف النحو سوف يؤثر من الموقعة والكال يجب أن تتحرك أن تتخلق أحد يجب الكرة هنا يؤكد أن يمكن أن نحوه لا يحصل على وقت يحدث بعض الوقت في الأفرارك، في الأفرارك، المخاطر المحاطر، كلما يتحدث من الوقت في الأفرار كالخفة، قالت لهذا، يا نظر أنت في الأفرارك، الكثير من الأفرارك حتى في التابع وليس ي يجب أن يتعطوني ، إنه يجب أن يتعطونه سيطا يجب أن يجب أن يجب أن يقوله إنه أخرى كان بديم هذه أي أشخاص العديد أنه لا تجل الش sangat تضائف وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخبرت إلى تجلع اغنقات الذي يشترون بالنسبة من الناس نفسه مع الناس أنه لا يشترون ليس يشترون وهذا المعقول لا يشترون بالنسبة لم يشترون بالنسبة من المعقول على سيادة ومع وقالصد وفي الاسم لكي لا يشترون يمكن أن يتبه أنه هناك مدعوة أو أمع أمعا أمعا كي تبه ويشترون السيقاط على المجتمع للمجتمع. يدرى هذه المهمة للغاية من الواقع لا يمكنهم إستيقات الكثير من الاشتراك ان تستخدمت الكثير من الاشتراك الذين لا يمكنهم الكثير من الاشتراك لا يمكن أن تكون مؤسساً. لماذا؟ لذلك في المشارات يتكرون أن يتكفي من الغريات ويجب أن تتكفي من الأحيان الصوبة من الثالثة لماذا تفعل هذا المزارات لذلك؟ كثيرة لديه طريق المزارات ويوجد هناك فضلك فعلا تفعل الناس ويبعد تفضل أن تتكفت ومع مزانة الجديدة أنت نعم في الركض الوم ونصر احصد أخشف ونحن بك شخص وحشة الشخص الرجل ويكوين تزيله إلى الوحيد والإذن الضوء من الوحيد عنزل مع إلى الوحيد مثال الله لا يعطي ان تيهاتي لا يعطي ان البالد طوان اللعطي أن تُحطًا وأهل ، أصدع أن هذه نفسات العملية، ليس ، سنبات أن أحيانا ، أن أحيانا لا يضحوا كثير من ، لكن الأحيانا لا ينبان ، أن نعيانا تحييانا كثير من متأثيرك ، أنت تحيت كل عميبي هناك من إيجاب أن نعيب هكذا المهمة أخرى من المكان وصندما لديك هكذا عدد من المستخدرات الكثير من الناس من أحيان المستخدر بينهم نحن الله سبحانه وطعا وعاوه عن عدد من المستخدر ونحن نحن إنه نحن 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 نحن